مشاهدين الساعة الزواتي 8 بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هيلة تفضلي هيل شكراً منا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم وخاصة العنصر البشري من خلال حسن الاختيار والتأهيل سواء الفني أو الشخصي بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والجدارة وينعكس على جودة الخدمة التعليمية التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر في المدارس جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وشهد الاجتماع تناول عدد من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين حيث تم استعراض الجهود الجارية التي تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة لرفع مستوى وتطوير آلية انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية تشارك مصر في منتدى التعاون الرقمي الصيني الأفريقي في بكين والذي تنعقد فعالياته على مدار يومين في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاك ومن المقرر أن يستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت خلال فعاليات المنتدى محاور التعاون الرقمي الحالية بين مصر والصين والدول الأفريقية ومقترح لخطط مستقبلية للتعاون المشترك كما سيجري وزير الاتصالات زيارة لمدينة شنزن لعقد عدد من اللقاءات على مدار يومين مع مسؤولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار في المجالات ذات الصلاة دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في غزة وأكد بوريل دورة وقف إطلاق النار الآن بالإضافة إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين على نطاق واسع مشددا على أن الحل السياسي وحده سينهي هذا الجنون كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين والعاملين في المرافق الصحية وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أنه يشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين والمرضى في دير البلح في أعقاب التقارير الأخيرة عن الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق التي يلقأ إليها العديد من النازحين توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأن يدفع حزب الله الثمن بعد الهجوم الصاروخي على القولان وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تدعى هذا الهجوم يمر دون رد مضيفا أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا لم يسبق أن دفعه من قبل وكان حزب الله اللبناني قد نفى في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم على بلدة مجدى الشمس في هضبة الجولان المحتلة أعلنت روسيا السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا حيث تواصل قواتها تقدمها البطيء وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي التي تقع شرق مدينة بروكفسك وبدأت روسيا تكتسك المزيد من الأرض منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف 2023 وسقوط أفديافكا في فبراير الماضي في إطار فعاليات مهرجان العالمين الجديدة 2024 والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطم تنظيم عروض وصباقات الهجن خلال مسيرة كبيرة من الجمال بالمشاركة بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واتحاد الهجن وتنطلق المسيرة من منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي وتنتهي في المنطقة الترفيهية الشاطئية الخاصة بمهرجان العالمين ويشارك في الاحتفالية نحو خمسين من الجمال ومئة من أعضاء الاتحاد المصري لرياضة الهجن وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروضاً فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى